أكثر سؤال يرد لي أنا شخصياً هو أنتو شلون تحفظون أسماء اللاعبة؟ شلون تعرف أن الكرة راحت عند فلون؟ شلون تعرف أن الكرة راحت عند فلون؟ خصوصاً إذا كان اللاعب سريع يعني فهذا بالنسبة للناس اللي يعني متابعتها قليلة لكرة القدم أما بالناس اللي تتابع كرة القدم بشكل مستمر فتعرف اللاعب على الأقل من رقم تي شيرت وأحنا بحكم تعليقنا لعدة بطولات مختلفة فمن الصعب جداً أننا نحفظ كل اللاعبين لكن المتابعة المستمرة ممكن تعطينا 80 إلى 85% من الاعتماد على الذاكرة الرقم هيئة اللاعب ركضتها موقع ممكن تعرف باسم اللاعب لكن ما نعتمد عليها بشكل كامل لازم ندون ولازم نكتب أسماء اللاعبة على أورجه لازم لا تعتمد على الذاكرة في هذا الموضوع على وجه التحديد بحكم أنك ممكن تغلط ولكل معلق طريقة الخاصة في كتابة الأسماء أنا شخصياً حريص أني أكتب كل اللاعب بموقعه أنا هذه طريقتي في كتابة الأسماء أكتب كل اللاعب بموقعه وهذه الشاشة اللي من خلالها أشاهد المباراة نفس الصورة اللي توصل لكم هي نفس الصورة اللي أنا أعلق عليها لكن أحياناً الوضع يختلف لما أكون في داخل الملعب تروح الكرة في الجهة اليسرية مثلاً عند أرسنال على طول عيني تيجي لللاعب اللي موجود في اليسار تينلي يلعبها في النص فالأسماء رح تكون محصورة ما بين هذه الأسماء بمجرد مشاهدة الرقم تلاقي الاسم موجود فتنطق الاسم هذا أمر يسهل علي مسألة نطق الأسماء وعدم الخربطة وبالرغم من هذا كله أحياناً نخربط في أسماء اللاعبين كرة تكون عند فلان وإحنا نقول اسم شخص آخر طيب معقولة تحفظ كل مواقع اللاعبة يعني كيف تعرف أن هذا يلعبني وكيف تعرف مع هذا معقولة تعرفهم هذي لكلهم لا طبعاً أحياناً نعلق على أندية ما نعرف مراكز اللاعبة فنضطرنا أن نستخدم بعض المواقع الإلكترونية الخاصة في هذا الموضوع والخاصة بهذا الجانب مثلاً موقع ممكن يساعدك على معرفة مواقع اللاعبة هذا واحد من المواقع شايفين ما عليش أنا شغالت الفلاش لكن مثل ما أنتوا شايفين يوزع لي اللاعبين في أرضية الملعب ومن خلاله أنا أقوم بتسجيل الأسماء وتدوين أماكن اللاعبين طيب هل هذا الموضوع موجود في كل الدوريات لا هذا مواقع خاص بالدوريات الأوروبية وممكن يعطيك بعض الأحيان مواقع اللاعبة الصحيحة في البطولات العربية لكن على مستوى الدوريات العربية صعب أنك تلاقي هذا الموضوع وتعتمد أنت بشكل أو بآخر على معرفتك وعلى الكتابة تحياتي